تحية لكم مرة تانية ليامونة ولكل المساهمين في المبادرة العظيمة جدا وزي ما شرطي انه العضوية في مبادرة زي مبادرة توصلني والله يتعتبر عضوية شرفية يدا وتشريفية تحية لهم جميعا وهذا يسهمك لكل امر بداية وبداية رحلتنا احساس يدفعنا وبقوة للغوص في اعماق التاريخ فالرحلة لن تكون عبر ساعة زمنية تفصل بين زمانين مختلفين وانما من خلال السيارة بالطريق طافت بخاطري افكار وحكاية عن حياة لم ارها وانما سمحت عنها عن هذه الارض التي سكنها اناس غيرنا فعمروها واحالوها حضارة وصلتنا فالعبور الى التاريخ انما هو انفصال عن واقعنا الذي نحن فيه على مشارف قرية رونغا نجد انفسنا مجبرين على التوقف ولو لدقائق ليس لتعب او نصب وانما نحن على مقربة من اخر ملوك مملكة الفونج الملك باد والطبل المدفون في منطقة رونغا والعلها من المعلومات التاريخية الغائبة عن اثهان الكثيرين حول مكان وجود اخر ملوك الفونج فقبره يمثل خيطا لرحلة بحث عن مكان بقية الملوك هناك الكثير من الاسرار دفنت مع موت الملوك وان لا احد يعلم اين بقية مقابر الملوك الا انه يقطع الحديث عن هذا الامر الى حين ويدفع بنا للتوجه مباشرة الى عمق مقصدنا الرئيسي منطقة رونغا دخلناها ضحا فسمة المنطقة البارزة هي الهدوء والسكون وصف المكان فكل شيء في رونغا يبعث على الاطمئنان ويدفعك هذا الصفاء لمعرفة سر جمالها وسحرها فمعظم الطرق هنا تؤدي الى عمق القرية وعمق القرية يمنحك الاحساس لاختيار متكأ وريف وهذا المتكأ باتجاه النيل الازرق منبع كل هذا الجمال والالق الاخضر بالنسبة لسكان رونغا فان حياتهم ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبساتين والنيل فالثمار التي تجنى من اشجار المانجو والجوافة والموز هي مصدر دخل الاسر هنا غير ان رسوخ فكرة ان قريتهم ما زالت تحتفظ بسر جمالها منذ مئات السنين وتخلب الباب الناظرين يجعلهم يتمسكون بالعيش هنا وان ضند عليهم الطبيعة وجف النيل مرة بعض مرة ويقول باحثون في تاريخ السلطنة الزرقة ان وصول الملوك الى هذه المنطقة بالذات بغرض الاستجمام انما لقربها من سنار المدينة من قدسية الفونج للنيل جاءت قدسية المكان فنهر النيل الازرق المنبسط بكل ساعة ورحبة يوفر اسبابه الروعة تيرونغا فعلى هذه الضفاف وقبل خمسمائة عام واكثر كانت الحياة عاملة هنا والملوك يقدمون في رحلتهم السنوية طلبا للهدوء والاسترخاء وفيرونغا تجد نفسك في مواجهة لوحات تزين فضاء ومساحات القرية لوحات فيها من العمق ما يجعلها راسخة في الذاكرة ولا تنسى يقول الاهالي عن شجرة الدليب هذه إنها شاهد عصر على حقب زمانية متعددة وإنها رمز فأل لهم فمنظرها يوحي بأن جمال الماضي ينعكس في أفاق المستقبل هكذا يقولون وهم يحيطون بنا محبة وإلفة ببساطة الإنسان السوداني وسماحة أهل رونغا التي احتضنت كل القبائل تحدثوا معنا حول الزراعة والبساطين وجمال قريتهم وأفاضوا في قصص التاريخ وحكايا الفونج إلى أن اختلفوا في عدد ملوك السلطنة ليحتكبوا بعد ذلك إلى عمر عدلان حفيد الفونج الذي كان مستعدا ليجيب عليهم هي رونغا تاريخ وضي وإنسان جميل ونبيل هو حياة تحفها البركة واليقين بأن ما قسمه الله لهم من نعمة هو من فضل الله عليهم رونغا التي أشجد أوصال ملوك الفونج حينا من الزمان عندما قدموا إليها ها نحن وبنفس الإحساس نغادرها وفي القلب شوكلها ترجمة نانسي قنقر